السلام عليكم اليوم بغيت نقدم معكم فقاس كي يجيزوين غير بالزرارة وما فين شلوز يالله معي نشوفوا المقادر بسم الله على بركة الله لدينا كسونس الزيت كسونس تسانيدة كسونس الجلجلل مصف كسونس النافع هكا انا كنديرو مهرمش ما كنديروش صاين هكا عندي جوج معلق دي الحبت الحلاوة خمارة خمارة واحدة شوية دي الملحة وخمسات البيضات والدقيق على حسن الاحساب بالخالة بسم الله هادي نديرو البيض هادي نديرو شوية دي الملحة نديرو شوية دي الملحة كنديرو شوية دي الملحة ننديرو هك انتظر بمزرع هذا دوبي يساعدني انتظر بمزرع انتظر بمزرع انتظر بمزرع انتظر بمزرع اضع ججل له انتظر من الججلات سوف نزيد النافع و تجمعها بكبار حبت الحلاو سوف نزيد النافع سوف نزيد النافع السحوات سوف نضيع الوضع و نغرب و نضيع الوضع محزة كم من القرار سوف ن故بر المضع سوف نضع سوف نضع النزية سوف نضيف المضع سوف نضيف المضع سوف نضيف المضع سوف نقوم بتطقيق شوية بشوية سوف نقوم بتطقيق سوف نقوم بتطقيق بشوية بشوية سوف نقوم بتطقيق لنضع البنات هذا الشيلي شاطليه شاطلي كصونس ريال بدقيق نقطع الجينة على 4 ونضع لهم لشكل بودانات ونضع لهم لطاق لها تشكل البنات ونضع لهم لطاق ونضع لهم لطاق نضع لهم قليلا ونضع لطاق لدي هنا معلقة هوا سريعات دوابان مع معلقة الحليب صغيرة وبيضة واحدة وبيضة كاملة خلطتهم جيدا ونزين بهم الفقص على هذا الشكل شكرا 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 سنزين بها الطريقة نضع خطوط بالفرشيطة وتزين بكثة بكل واحد شكرا نضع لهم هكا بالكيغدوم توقف هكا هالطريقة كله نضع لهم ونضع لهم ونضع لهم الفران بارد ونضع لهم ان شاء الله نرجع معكم لا تنسوا التعليق والبرتاج والدعم لكي نواصلوا معكم ان شاء الله أنا خرجته من الفران ونضعه برد ونقطعه ونرجع معكم خرجته من الفران حتى يرجع لهم ونضع لهم ونضع لهم ونضع لهم حتى يخرجه ونضعه ونضعه معكم ونضعه معكم من قطعه معكم نقطع بشوية الفقس كي يبغي الخاطر سنكمل على الطريقة ونرجع معكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة